الفنينة بوسينا رشوان اتخرجت من ماهد الإدارة والحاسب الآلي وبدأت مشوارها الفني من خلال السينما حيث شاركت في بدايتها في عدد من الأفلام منها حكمت المحكمة وبنات في ورطة وحالة اشتباه أما مشوارها مع الدرامة التلفزيونية فبدأته مع المخرج الكبير محمد فاضل في مسلسل النوة لتشارك بعديها في عدد كبير من المسلسلات كان أبرزها هيوانم جوردن سيتي وحمزة وبنات الخمسة والعطار والسبع بنات وعلى باب مصر قدمت أيضا للمسرح عدد من الأعمال المسرحية كان منها يا إحنا يا هم قدمت بعديها مسرحية جنون الحب وبهلول في اسطنبول مع الفنين الكبير الراحل سامير غانم تعرف التقرير اللي جاي نكمل كلامنا وكمان لقائنا بالفنينة بوسينا رشوان من ندوة تكريمها عن دورها في مسرحية زواء المدأ ونرجع لحضراتكم مرد والله طبعا أنا سعيدة جدا جدا بالتكريم دوت وإني رجوعي ويكون بعد غيبة طويلة جدا أنا بقلي تقريبا أكتر من سبع سنين أو في الحدود دي سبع أو ست سنين مقتعدة عن الوسط شوية ورجوعي بمصرحية زواء المدأ وتكريمي ده يعني شيء جميل طبعا وأنا سعيدة جدا به وسعيدة بالتكريم والعمل المصرحي اللي أنا بقدمه في رجوعي زواء المدأ الدكتور عادل عبدو أعمل جميل طبعا وطبعا فرصة جميلة لي أن أنا أرجع بشكل قوي هي طبعا الرواية طبعا الأذيب العالمي أستاذ نجيب محفوظ اتعاملت طبعا سينما وترجمت بعد كده وتعاملت فيلم المكسيكي اتصوى لسلمة حيك أعتقد وتعاملت مصرحية مع صلاح السعداني ومعالي زايد وسعد المانا مدبولي وتجربتنا أن احنا بنايدها كمصرح استعراضي غنائي مع دكتور عادل عبدو بشكل جميل مختلفة خالص طبعا برؤية مختلفة طبعا محتفظين بكل الأسس والرواية طبعا مع اختلافات طبعا أن احنا موظفين الدراما مع الاستعراضات يعني ده شيء عامل نجاح ورد فعل الجميل قوي طبعا بالنسبة للمصرحية وستد محمد الصوف عامل معالجة درامية جميلة طبعا للرواية والألحان والدكور كله بصراحة العناصر مكملة لبعض ما فيش حاجة تحس انك انت مع العرض 3 ساعت ونص لكن ما فيش ان انا ازهقانة ان انا حاسة ان انا عايزة امشي لا الحمد لله في حب في تفاعل حلو جدا مع الجمهور رأي الجمهور حلو قوي قوي عن العرض ونقاد مخرجين ناس كتير جدا شافوا العرض طبعا انا بعمل السيزون التاني ما كنتش معهم من البداية على فتا العرض المصاحي زقاء المدأ مأخوذ عن رواية لأديب نابل نجيب محفوظ وتم تقديم الرواية من قبل في عام سينمائي عام 63 واخرجوا للسينما المخرج الراحل الكبير حسن الامام وشارك فيه بطلته عدد كبير من الفنانين والنجوم منهم شادية ويوسف شعبان وسمية جمال وصلاح قبيل تعالوا كم من لقاءتنا من داخل ندو التكريم الفنانة بوسينا رشوان عن مصرحية زقاء المدأ وكمان عن مشوارها الفني ونشوف حاليا لقاءنا بالكاتب الصحفي خالد حمد الله المستشاري الإعلامي لمصرحية زقاء المدأ وايضا نشوف لقاءنا بالأستاذ محمد زكريا المسؤول الإعلامي لموقع 2030 والأستاذ يوسف المالكي نائب رئيس مجلس إدارة الموقع اللي هيكلمونا عن المصرحية وكمان هيكلمونا عن تكريم الفنانة بوسينا رشوان تعالوا نشوف اللقاءات ونرجع انا كان اخر حاجة جو ده كنا بنشوفه في مصرحيات شريهان في شرق محمد علي فعلشان خاطر عيونك الجو ده الناس مفتقدات فعلا انت بتأميني عمل استعراضي جميل جدا الناس شايفة فيه إبهار شايفة فيه شغل اجتهاد بصراحة بصراحة من بكل العناصر مكملة لبعضها ودي حقيقة هو طبعا هما شايفين ان انا يعني مطربة جميلة طبعا وده الالبوم الجديد اللي في الخطة ان شاء الله لا هو طبعا لما تكلمني يا دكتور عادل قالي انتي هتغني قلت له قالي بتغني قلت له اه بها هتغني طبعا ويهي اللي يمنع اننا الممثل بيعمل كل حاجة فما دخلت البلاتوب بقى وبدأت اسجل والكلام من ده كانوا يعني حاسين ان انا مش بعيدة عن الموضوع فيه ودن موسيقية بتحب بتسمع اما بخرجش عن الاقاع يعني عارفة الحمد لله فده كان برضو من العوامل اللي دت للشخصية شكل احلى انك انت بتغني مش محد مركبين صوت عليك او انت كده لا فانت فيه تفاعل اكتر واحساسك اكتر بالشخصية ومصداقية ادائك بتختلف طبعا الشخصية ام حميدة هي مش امها بس هي صاحبة امها اللي مربيها طبعا الحارة الجو الحارة هي خطبة مش متجاوزة بيحصل طبعا مواقف زريفة كده وكوميديا يعني نكون لما يتيجي حد يتكلمها في الجواز فيكونوا بيتكلموا على بنتها تفتكر ان هي عايزة تتجاوز كده هي خطبة بس ايه شخصية عاملها بشكل انا مختلف شو